أبأقول لك كيف تحصل على فيتامين دال مجاناً ومن أفضل مصدر على وجه الكرة الأرضية فيتامين دال المهم جداً والذي لديه وظائف كثيرة جداً ذكر بعض المختصين أن لديه أكثر من ألفين وظيفة فيتامين دال مو بس للعظام والمفاصل والعضلات والمناعة والحالة المزاجية وله علاقة في ضبط السكر والضبط الضعط الدم له علاقة في ضبط الدم له علاقة في ضبط الدرق وهشيء كثير جو حتى المناعة وإلى آخرية فيتامين دال يا إخواني مصدره الطبيعي على وجه الأرض هو ضوء الشمس يجي ضوء الشمس أشعة بنفس جيب وجع الكوليسترول تحت الجلد وتحوله من شكل لشكل والكبد الأخير هو يعطيني فيتامين دال ثلاثة اللي حين نبقى طبعا المصدر الرئيسي له على وجه الأرض هو ضوء الشمس يأتي من مصادر الحيواني يجي في اللحم يجي في الكبدة أي شيء حيواني يجي في البيض يجي في الحليب ولكن رقم واحد وأغنى مصدر هو ضوء الشمس طبعا عشان أحصل على فيتامين دال وعشان يبقى في جسمي دائما مرتفع ما ينزل ودائما نحب فيتامين دال 70-80-90% في هذا الحدود طبعا فوق 30% نسمى طبيعي ولكن مفضل 80-90% في هذا الأشياء لأن وظائفها زي ما ذكرنا كثيرة طبعا عشان أحافظ عليه يبقى مرتفع أحصل على ضوء الشمس كيف أبقى قعد في ضوء الشمس 20-30 دقيقة ركز 20-30 دقيقة يوميا سعود لا ثلاث مرات في الأسبوع بتكفيك كل مرة من هذه المرات 20-30 دقيقة راح تعطيني من 10 ألاف إلى 20 ألف وحدة دولية من فيتامين دال تخيلت مجانا طبعا لازم ننتبه اسمع اسمع الزجاج ضوء الشمس من خلف الزجاج ما يعطيني فيتامين دال لأن الألترافايلوتبي اللي ذكرنا كبت شوية الشاعر في القلسجية با ما تعبر عبر الزجاج يردها الزجاج فما استفيد شيء فيه يدخل لي الألترافايلوتسي اللي ما نبغى على كل حال هذا واحد اثنين ما نحطه قشمس ونروح نبغى فيتامين دال راح يرد الألترافايلوتبي أيضا فيتامين دال رقم ثلاثة إذا كان الواحد بشرة داكنة فهو يحتاج لمدة أكثر من 20-30 دقيقة لأن تبغت الميلانين الموجودة في جلده راح ترد الألترافايلوتبي هذه مهمة جدا كيف حصوها فيتامين دال ذكرنا المدة بهذا الشكل تقول 20-30 دقيقة كذا وهذه كذا والله يكرمك أقدامك بادية بهذا الشكل راح أحصل على فيتامين دال بجانا من ضوء الشمس وش رايك دكتورة بعد كل يوم أخذي لحبة فيتامين دال وش الله حادك وهل تتوقع عنها أكثر جودة من خلق الله إطلاقا ولولين كيف عاشوا إلا في حالك إذا والله واحد جاء عندي ولقيت فيتامين دال عندها عشرة ولا ثلاثة أو لا هذا منخفض جدا ما يكفيه شمس لا بد أن يعطيه مكمل وعطيه كورس وبعده يجي حلل ونتأكد رجع طبيعي خلاص ما هو معقول لك تبغى طول عمرك فيتامين دال إلا باستشارة طبية إذا والله الطبيب في حالات ضيقة بعض الحالات المستعاني يحتاجون فأوكي هذه حالات أخرى واستثناءات لكن بشكل عام لا إذا ضبط المستعاني إذا رجعت الأشياء طبيعية خلاص إذا كان انتهى الكورس خلاص ما هو معقول لك تبغى طول عمري إلا باستشارة طبيعي توصية طبية الطبيب يقول هذا شيء آخر واحد مثلا نقص عنده فيتامينات البا هل أبغى طول عمري يشيل فيتامينة با من رأسي هذا غير صحيح لا بد يأخذ المصادر الطبيعية خلاص يعني العلاج يرجعك للطبيعي ثم يقع المصادر الطبيعية خلاص زي ما من يوم خلق الله الأرض ومن عليها إلا في حالات ضيقة يحددها الطبيب عرفنا ذا الحين إذن فيتامين دال من الفيتامينات المهمة جدا وهو من الفيتامينات الذائبة في الدهون شمعنى ذائبة في الدهون بمعنى أنه إذا دخل جسمنا يخزن في أشياء دهنية وهذا وشي يفيدني يفيدني في أنه يجلس معي مدة طويلة والشيء الثاني لو زاد عن الطبيعي مثل اللي يستخدمونها بمزاجهم هنا يشي يصير حاجة يسمونها سمية الفيتامين سمية تكساستي ليش؟ لأنه ما رح يطلع الله يكلمك مزدائد منها عن طريق الباب رح يبقى في القناة الدهنية هو هو ألف و ها و كاف كلها الأربعة هذه A D A K هذه كلها دائمة بالدهون و لها سمية عالية إذا استخدمت بشكل خاطئ و بغير سارة طبيب لذلك دائما أحب أنك تستخدمها عن طريق طبيبك صلى الله أفقكم يا رب أنك قلنا شي مفيد شوف في ناس يحتاجون المقطع يمكن أنتم تابعيني تعرفون المعلومة الله يسر أموركم بس في ناس يحتاجون المعلومة ارسل الله عشان يعرف المعلومة أسأل الله أن الله يرزقكم يفقكم يا رب العالمين ويمتعكم دائما بالصحة والعافية سلام